مقتل عشرات المدنيين في قصف لطائرات التحالف استهدف مخيما للنازحين شرقية ديرزور بعد تهديد الحرس الثوري بمحو تل أبيب إسرائيل تقصف مواقع الميليشيات المدعومة من إيران في القنيطرة أزمة الغاز تتفاقن في مناطق سيطرة النظام والإيران السورية تهوي مجددا أمام الدولار الأمريكي نرحب بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم أفدت مصادر محلية بمقتل وجرح عشرات المدنيين جراء القصف الجوي والمدفعي لتحالف الدولي على قرية الباغوز آخر معاقل التنظيم شرقية ديرزور وسط استمرار نزوح العشرات من مناطق سيطرة التنظيم باتجاه مناطق قوات سوريا الديمقراطية قتل وجرح عشرات المدنيين أغلبهم نساء وأطفال جراء غارات للتحالف الدولي على مخيم في محيط قرية الباغوز آخر معاقل تنظيم الدولة شرقية ديرزور مصادر عديدة أكدت وقوع ما وصفه بالمجزرة وسط تضارب في أعداد ضحايا وكالة أنباء النظام سانا نقلت عن مصادرها أن عدد القتلى تجاوز السبعين مدنيا معرفات تنظيم الدولة قالت أن عدد القتلى تجاوز المئة نزوح المدنيين والمقاتلين العربي والأجانب التابعين لتنظيم الدولة يستمر تزامنا مع اشتداد القصف الجوي والمدفعي على المناطق التي انحصروا فيها موقع إذاعة فورات FM نشر صورا لنازحين قال أنهم تجاوزوا الستة مئة اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية عشرة منهم بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة من بينهم امرأتان فرنسيتان وستة عناصر من تركيا وثلاثة آخرين من أوكرانيا وفي السياق ذاته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن قرابة ثمانية عشر الف عنصر يعملون تحت امرة تنظيم الدولة في سوريا والعراق ما زالوا يشكلون تهديدا على السلام والأمن الدوليين مشيرا إلى أن التنظيم ما زال بإمكانه الوصول إلى احتياطيات مالية تتراوح بين خمسين إلى ثلاثمائة مليون دولار أمريكي سنويا الأمر الذي يطرح تساؤلات عن الوقت الفعلي الذي سينتهي فيه التنظيم عسكريا وفكريا في ظل انتشاره في جيوب مختلفة من الوطن العربي وعدم التمييز بين المدنيين والعسكريين من قبل الأطراف التي تحاربه وفق ما يراه مراقبون سؤال قد تطول الإجابة عليه لتطول معه قائمة أسماء من يموتون بذنبه شرق دير الزور للحديث حول هذا الموضوع معنا مراسل قناة حلب اليوم من الحدود السورية التركية مازين أبو تمام مرحبك مازين لو تشرح لنا قليلا تفاصيل القصف على الباغوز وما هو عدد القتل الفعلي أهلا بك حلا وبسادة المشاهدين بالفعل قام طيران التحالف والمدفعية العراقية والمدفعية التابعة للقوات السورية الديمقراطية بقصف الباغوز ومحيطها والتي يتركز فيها تنظيم الدولة وتعتبر الباغوز طبعا آخر معقل للتنظيم نتيجة تلك الغارات الكثيفة والتي تجاوزت وفق مصادر من الحلل بيوم بأكثر من مئة غارة خلال يومين كان نتيجتها وقوع عدة قتلة بحسب مصادر مختلفة ومتقاطعة تجاوزت السبعين قتيلا المصادر المتوفرة أيضا من قبل تنظيم الدولة كوكالة عماق قالت أن عدد القتلة تجاوز المئة لكن لا يوجد رقم فعلي وحقيقي يمكننا تأكيده طيب على الأرض ماذا أين وصلت المعارك بين تنظيم الدولة وقوات سوريا ديمقراطية نعم حلا بعد إيقاف الهدنة الغير معلنة والتي تمت بين قوات التحالف من جهة وتنظيم الدولة من جهة والتي رفض تنظيم الدولة شرط التحالف بإخراج المقاتلين الأجانب وتسليمهم استنفت المعارك والآن هي في قريتين في محيط قرية الباغوز تحتاني المعارك محتدمة منذ حوالي الخمسة أيام حتى الآن لم تتمكن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف من التقدم بسبب استخدام تنظيم تكتيكا جديدا في القتال والذي يعتمد على الأفخاخ وعلى المفخخات بالنسبة للمدنيين الخارجين من مناطق تنظيم الدولة ما هو وضعهم؟ نعم يتزايد عدد المدنيين الخارجين من المناطق ووضعهم وفق ما أخبرنا به مصدر من داخل المخيمات ونقاط الطبية المنتشرة خارج حدود سيطرة التنظيم بأن وضعهم سيء جدا وهم يحتاجون لجميع أنواع المساعدات الهلال الأحمر الكردي هو من يقوم بتقديم المساعدات لهم لكن على ما يبدو أن المساعدات التي يقدمها لهم هي مساعدات قليلة ولا تكفي حاجة جميع الخارجين يتم فصل عناصر التنظيم وعوائلهم عن المدنيين ونقل المدنيين باتجاه مخيم الهول ونقل أناصر التنظيم وعوائلهم باتجاه مخيم عين إيسى شمال الرقة 27 ألف مدنيين حتى الآن وصل مخيم الهول منذ حوالي الشهر بمعدل تقريبا ألف نازح يوميا وحاجة المدنيين بالفعل حاجة ملحة للمساعدات وسط موت عدد كبير من الأطفال التي تجد البرد والأمراض مازل هناك أنباء عن استهداف مركز صحفي في مناطق التحالف الدولي هل لديك أي تفاصيل حول هذا الموضوع؟ نعم مكالات أنباء إيطالية تحدثت عن قيام تنظيم الدولة باستهداف نقطة صحفية في مخيم الباغوز حيث يتجمع المدنيين الخارجين من مناطق التنظيم ليقوم صحفيون باللقاء معهم قام التنظيم باستهداف تلك النقاط بصواريخ مضاد للدروع صواريخ كورنيت بحسب الوكالات الإيطالية ما أدى لوقوع عدد من انضحايا المدنيين وإصابة بعض الصحفيين منهم صحفي إيطالي وصحفي آخر يعمل مع شبكة CNN لكن عصاباتهم ليست خطيرة لدي وصلتنا أيضا معلومات خاصة لحلب اليوم أن ضيران التحالف على إثر الحادثة قام بإنزال جوي استهدف بعض تجار السلاح في المنطقة والذين يعتقد أنهم هم من قاموا بتزويد التنظيم بتلك الصواريخ لكن لا تفاصيل عن التحقيق معهم أو كيف تم التعامل معهم أشكرك جزيلا شكر مراسل قناة حلب اليوم زين أبو تمام كنت معنا من الحدود السورية التركية في إطار القصف توقف الدوام في مدارس رفي حماء الشمالي وأدلب الجنوبي بسبب استمرار القصف بالصواريخ العنقودية والمدفعية على القرى والبلدات إلى جنوبي البلاد حيث قالت وكالة سانا الموالية إن إسرائيل قصفت بطائرة مسيرة وبقذائف الدبابات عدة مواقع لقوات النظام في القنيطرة دون وقوع إصابات تهديدات إيران وحلفائها المستمرة لإسرائيل لم تمنع تل أبيب من قصف مواقع النظام والميليشيات المدعومة من طهران وكالة أنباء النظام سانا قالت إن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت أربعة صواريخ قرب مشفى وموقع مراقبة في القنيطرة دون وقوع إصابات وأشارت سانا إلى أن الاستهداف شمل أيضا وبقذائف الدبابات مواقع تل الظهور في جبات الخشب وتل الدرعية وتل تخالد قرب المنطقة منزوعة السلاح على هضبة الجولان المحتل القصف الإسرائيلي على مواقع النظام والميليشيات المدعومة من إيران سبقه قبل ساعات قليلة تصريحات نائب قائد الحرس الثوري يد الله جواني والتي هدد فيها بمحو إسرائيل في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على بلده ليأتي الرد على محدوديته من حليف واشنطن تل أبيب إيران التي منفكت تطلق التهديدات بتدمير مدن إسرائيل كلما تعرضت مواقعها للقصف بلغ عدد الغارات على مواقعها وفق مسؤول إسرائيلي أكثر من مائتي غارة جوية خلال السنوات الماضية قتل خلالها العشرات من الميليشيات المدعومة منها دون أي رد من يمين نيتنياهو وجه تحذيرات شديدة اللهجة لإيران بأن أي هجوم على إسرائيل سيكون بمثابة الذكرى الأخيرة لثورة خامنئي دوليا اجتمع وزيراء دفاع تركي خلوصي أكار والروسي سيرجي شويغو في العاصمة التركية أنقرة وتناول مصير التعاون بينهما حول محافظة إدلب وجاء في بيان المشترك للوزيرين أنه يجب التجديد على أهمية مواصلة التعاون بين الاستخبارات والقوات المسلحة التابعة للبلدين من أجل إحلال السلام والحفاظ على الاستقرار في إدلب قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال زيارة لبيروت إنه لا يوجد توافق بعد بشأن السماح بعودة النظام إلى الجامعة وأضاف أبو الغيط أنه من المقرر أن يقعد وزراء خارجية الدول الأعضاء اجتماعين قبل القمة وأن مسألة عودة النظام إلى الجامعة العربية ليست مسألة وقت وإنما توافق الدول فيما بينها ويجب أن يكون هناك توافق للعودة نفى العقيد عبدالجبار عقادي الأنباء التي تم تدولها عن تشكيل القائمة الثالثة في اللجنة الدستورية فيما أكدت مصادر إعلامية قرب إعلان تشكيل اللجنة أسماء كثيرة تم تسريبها لما قيل إنها قوائم اللجنة الدستورية التي تم اعتمادها لكل من المعارضة السورية ونظام الأسد وقائمة الأمم المتحدة عضو هيئة التفاوض لقوى ثورة والمعارضة السورية العقيد عبدالجبار العقيدي أوضح أن هذه القوائم غير دقيقة وأنه لم يصدر أي شيء رسميا بخصوصها إلى الآن مشيرا إلى أن قائمة المجتمع المدني في حال كانت جاهزة سيتم إصدارها من قبل الأمم المتحدة التوافقات الدولية وفق العقيدي هي الفيصل لإصدار هذه القوائم مشيرا لخلاف تركيا روسيا إيراني على قائمة المجتمع المدني التي من المفرد أن يسمى أعضاؤها من الأمم المتحدة القائمة الوحيدة المعروفة أسماء أعضائها هي قائمة المعارضة حيث انتشرت قبل أشهر على المعرفات الرسمية لهيئة التفاوض التسريبات بخصوص لجنة صياغة الدستور لم تتي من فراغ حيث أكد مسؤولون سياسيون قرب الإعلان عن تشكيلها فيما أشهرت صحف عدة إلى أن الأمم المتحدة قدمت بالفعل قائمة المجتمع المدني التي تعتبر أصل الخلاف في اللجنة الأمر الذي يشير لقرب إعلانها عقب فترة طويلة من التجاذبات ضمن الإعلانات الأخيرة كشف التقرير السرنوي لمنظمة تفريدوم هاوس الأمريكية تديل سوريا ترتيب الحرية ضمن قائمة أسوأ الأسوأ في مؤشر الحريات لعام 2018 وأشار التقرير إلى أن سوريا ضمن قائمة الأسوأ عالميا مع استمرار الحرب فيها والانتهاكات المستمرة بمستويات عدة منذ اندلاع ثورة شعبية منتصف آذار 2011 والتي طالبت برحيل نظام الأسد وقابلها الأسد بالقمع والقتل والتعذيب والتشريد نشاهدين نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل دعوات من موالينا للنظام للتدمير السويد نعيش في عالم نبني فيه أراءنا وأفكارنا اعتماداً على ما يصل إلينا من وسائل الإعلام لذا من ضروري أن نتابع إعلاماً مستقلاً الإعلام المستقل يسائل أصحاب القوة في القضايا التي تهمكم الإعلام المستقل يحارب الفساد ويحسن تقديم المسؤولين للخدمات العامة سوريا اليوم بحاجة أكثر مما مضى لإعلام المستقل الشعب السوري العظيم يستحق إعلاماً مستقلاً تابع لإعلام المستقل تابع حلب اليوم نرحب بكم من جديد مشاهدينا تشهد عموم مناطق سيطرة نظام أزمات غاز ونقص كبير في وقود التدفئة وإعادة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة إضافة إلى تراجع قياسي في قيمة الليرة السورية مقبل الدولار الأمريكي ما أدى إلى تحليق جديد في الأسعار ضيق سبول العيش أسطوانة الغاز الحلم المفقود في مناطق سيطرة النظام أصبح كابوساً يطارد المواطنين ويقض مضجعهم بينما يحاول الأسد وحكومته إنكار الأزمة ومن يعيشونها ما عندكم غازمون؟ لا 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 توالت الأزمات على الأسد العاجز عن حلها وتزايدت منذ بدء الحديث عن مشروع القانون الخاص بالعقوبات الأمريكية على النظام الذي حاول الالتفاف عليه عبر توقيع اتفاق التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد مع إيران الشهر الماضي خبراء اقتصاديون أكدوا أن محاولات النظام لن تجدي نفعاً لأن إيران أصلاً تعاني من عقوبات خانقة بالكاد توفر الحاجات الأساسية لمواطنها والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف لميت أن يساعد ميتاً؟ الليرة تتأرجح بموازات تلك الأزمات عودت تراجعها أمام الدولار الأمريكي وعملات أجنبية بعد تحسن طفيف شهدته مطلع الأسبوع تراجع فاقم كثيراً من سبل العيش للغالبية العظمى من الناس في مناطق سيطرة النظام بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات وبشكل جنوني نحن معنا غنام نحن ضد أن تستعملنا غنام ونحن مع أي قانون لمستحط المواطن بس مع العدل بتنفيزه مؤثر نظام الأسد النائم في تابوت الأزمات حاول مع بدايتها أن ينكرها أو يضمها لقائمة الحرب الكونية عليه لتتعالى عليه الأصوات المشتكية فأوعز إلى الصفحات والمواقع الموالية بعدم تناول الموضوع والحديث عن انفراجة قريبة لتخفيف الاحتقان ما بين سلوانة الغاز وحليب الأطفال طريق طويل محفوف بالألام يقف عليه المواطن حائرا بين نظام يحتال عليه وأزمة تخنقه وأطفاله ومع الانهيار الاقتصادي والمعيش في مناطق نظام امبراطوريات مالية يبنيها أقرباء الأسد والتجار النافذون هناك نتابع اكتئاب تلو الآخر باتت أقصى طموحاتنا أن نقف في طابور طيلة اليوم نستطيع الخروج منه بفائدة هكذا صرح أحد قاطني مدينة دمشق لحلب اليوم إذن حياة غير طبيعية وكلة في خدمات وأزمات تلو الأخرى تلحق بقاطني مناطق النظام والسبب إما الحصار الاقتصادي كما أرجعه مؤخرا رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام عماد خميس أو بسبب قانون قيصر أو معتادت حكومة الأسد أن ترمي عليه عجزها ساعة تقنين الكهرباء في كافة مناطق التي يسيطر عليها النظام زادت مؤخرا لتصبح أربعة باثنين أو ما يعرف بأربع ساعات مخطوعة وساعتين موصولة بسبب النقص الحاد في المشتقات النفطية في وزارة الكهرباء وفقا لمدير الشركة العامة لكهرباء محافظة غيري في دمشق خلدون حدى مشكلة التقنين الكهربائي في مناطق النظام تنظر لها مصر من خلال محاولة تصدير الطاقة الكهربائية لسوريا عبر خط الربط الكهربائي مع الأردن وفق مشروع ندرسه وزارة الكهرباء المصرية نشر في صحيفة المال المواطن السوري يعاني أيضا من أزمات في المواصلات وارتفاع الأسعار الشديد في كل من الطاقة والغذاء وجميع الأمور المعيشية إضافة إلى تهديد جديد يطال المناطق والأحياء التي شهدت قصفا خلال السنوات الماضية ومن انهيارا اقتصادي إلى تدمير محافظات السويداء إذ اتهم موالونا للأسد التشكيلات المحلية في السويداء بخطف ضابط وعنصر من قوات النظام ورغم نفي الخبر من قبل مسؤولين في السويداء إلا أن بعضا من موالي الأسد ناشد قوات النظام لضرب السويداء بقوة وتمكين حزب البعث للسيطرة على المحافظة خطاب كراهية معاد للسويداء وأهلها من قبل صفحة وأشخاص موالين لنظام الأسد ضد المحافظة على خلفية نشر صفحة على فيسبوك تحمل اسم طرطوس جنتنا خبرا مفاده أن مسلحين في السويداء اختطفوا ضابطا وعنصرين في قوات النظام على طريق مطار الثعلة مصادر إعلامية وأمنية في المحافظة سارعت إلى نفي الخبر إلا أن المفاجأة كانت استغلال الخبر من قبل موالين للأسد لوصف السويداء بالإرهاب واتهام التشكيلات الأمنية المحلية فيها بالحادثة فضلا عن الإساءة لشخصيات سياسية درزية ومطالبة قوات النظام بالدخول إلى محافظة السويداء وإعادة سيطرة ما أسموه حزب البعث والفرق الحزبية على المجتمع واستعمال الحرق والتدمير بحسب وصف شبكة السويداء 24 التي استنكرت الأمر قائلة وهل السويداء على جبهة الجولان المحتل شبكة السويداء 24 قالت إن تعاطم والي النظام مع الخبر الملفق أثار استياء أبناء المحافظة ما دفع بعضهم للرد لماذا لا نرى أهالي ترطوس أو اللاذقية يطالبون بدخول قوات النظام إلى مناطقهم والقضاء على المافيات والميليشيات التي يقودها أفراد من عائلة الأسد والتي قتلت ضابطا في الجيش لمجرد أنه تجاوزه على إشارة المرور في إشارة لسليمان الأسد نجل بن عمي رأس النظام فيما قارن ناشطون سوريون بين ردة فعل الموالين على حديثة السويداء وبين دعوات الإبادة الجماعية ومشاعر الفرح التي بثها موالون للنظام مع كل قذيفة كانت تطلق على الغوطة الشرقية عند انطلاق حملة وصفت بأنها الأعنف ضد المدنيين المحاصرين في ضحية دمشق والتي أدت إلى تهجير أهلها بعد قتل الآلاف منهم ومع ازدياد ظاهرة الفصائل المحلية في السويداء تنشط عصابات الخطف والسلب التي يتهمها بعض أهل السويداء بالتبعية لقوات النظام وأنها شكلت لضرب وزعزاعة الوضع الأمني وإثارة الفتنة في المحافظة التي يرفض الكثير من أبنائها القتال في صفوف قوات النظام حذرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية من تعرض لاجئين السوريين للاختفاء في سجون نظام الأسد في حال عودتهم إلى سوريا لسبب بقاء البلاد تحت حكم بوليسي تحذيرات ترددها جهات دولية عدة حول مخاطر عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في الوقت الراهن مجلة فورين بوليسي الأمريكية قالت في تقرير لها إن سوريا لا تزال دولة بوليسية لها الحكومة نفسها والجهاز الأمني نفسه المتهمون باعتقال الآلاف لدوافع سياسية المجلة الأمريكية حذرت من تعرض اللاجئين السوريين للاختفاء في سجون نظام الأسد بمجرد عودتهم إلى سوريا بالإضافة لسوق الشباب إلى الخدمة الإلزامية فورين بوليسي أكدت اختفاء آلاف السوريين في سجون الأسد منذ بدء الثورة عام 2011 مشيرة إلى أن اللاجئين العائدين إلى سوريا يواجهون نفس التهديدات والمصير لا سيما أن من بينهم من شارك بالثورة ضد نظام الأسد وأضافت المجلة إن النظام يعتبر مجرد مغادرة سوريا سببا للاشتباه المخاوف الدولية لم تقتصر على مجلة فورين بوليسي حيث حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الإعادة القصرية للاجئين مبينة تعرض الحكومات التي تصضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين لضغوط سياسية داخلية لإعطاء حوافز للاجئين للعودة إلى ديارهم البنك الدولي صلت الضوء أيضا على معاناة اللاجئين السوريين الذين يفكرون بالعودة إلى بلادهم محذرا من عودتهم جراء تحول سوريا إلى مرتع لكافة أشكال عدم الأمن أبرزها الاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان نظمت لجنة حماية الطفل في مدينة كفرنبيل جنوية أدلب معرضا لرسومات الأطفال بغية إخراجهم من أجواء الحرب وتطوير أفكارهم هذا النشاط هو نشاط رسومات أطفال عن حقوق الطفل قامت فيها لجنة حماية الطفل في كفرنبيل هي لجنة تطوعية تعمل في كفرنبيل منذ أكثر من سنة الهدف من النشاط هو استنباط المواهب والفنون الموجودة داخل أطفالنا طبعا عبروا بتعبيرات كثير جيدة عن طريق الرسم عن أفكار بتجول في خواطرهم بجوز ما كانوا يحسنوا يعبروا عنها في طريق القراءة أو الموضوع أو غير ذلك فكانت هذه الرسومات معبرة عن ما يجول في نفوس الأطفال المشاركين في هذا المعرض هي أكثر من عشر مدارس تضمن كفرنبيل وما حولها طبعا بمشاركة تقريبا ما يقارب السبع أو ثمان أطفال من كل مدرسي نظم مكتب التربية والتعليم في مدينة جرابلوس شرقية حلب حفلا لتكريم الأطفال المتفوقين من أبناء المدينة والمهجرين إليها رسم بسمة على وجوه الأطفال بهدية متواضعة يعني للطفل حياة أخرى ويعني له مشاعر أخرى لا يمكن أن نشعر بها نحن في الحقيقة هكذا مجتمع يحتاج لتفعيل أكثر لدور الطفل جعل له خاصية في حياته أثناء مروره في العام الدراسي وتشمل في مراحل التكريم الذي يشارك في وجهة نظر متواضعة في النهوض في العملية التعليمية هم ثلاث المجتمع وهو وظيفته أن يحمي الطفل وأن يقدم له حياة آمنة ويكرمه أثناء التفوق الأسرة التعليمية بشكل عام والمنهاج هذه الأشياء كلها تتكامل مع بعضها لينشى عندنا طفل كامل متوازن أنا من الغوطة الشرقية اسمي ماريا النبكي بابا شهيد جينا على جرابلس لندرس وهلأ اليوم جلاءنا وطلعت من الأوائل ومن المتفوقين ولجحت وعطوني هدايا كثير وريد بابا يكون فخور فيني مثل ما علمني وقال أنه تكون مجتهدة وريد يعني يكون مجتهدة والله يرحم بابا وبيضا نصل وإياكم مشاهدين إلى ختم نشرة أخبار منتصف من قناة حلب اليوم لمزيدا من التفاصيل يمكنكم زيارة صفحاتنا على فيسبوك ويوتيوب وتويتر وأيضا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني حلبتودي تيفي دوت نات اللقاء هنا يتجدد في نشرة المساء إلى اللقاء اشتركوا في القناة